تختلف الأسود الأسيوية عن أقربائها الإفريقية من عدة نواحي فمثلا يمتلك الأسد الآسيوي فروى أشعثا أكثر من الأسد الإفريقي وذيلا أطول وخصوات شعر أطول على المرفقين ونفاصل الكوع ومن أكثر الأشياء التي وجدت في جميع الأسود الأسيوية وأن توجد في الأسود الإفريقية هو وجود طبقات من الجلد على طول البطن يفضل الأسد الآسيوي دوما نعيش في الغطاء النباتي الكثيف في الهند ويوجد الآن في حديقة الجيل الوطنية في ولاية غوغارات وكانت هناك جهود مبذولة لانتقال عدد قليل من هذه الأسود الآسيوية إلى حديقة أخرى محاولة منهم لضمان فرص بقاء أقوى لهؤلاء الأسود على قلب الحياة ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ أي من هذه الخطط وعموما الأسد الآسيوي أقصر وأصغر قليلا من الأسد الإفريقي وبالتالي فإن أذنه دائما ما تكون واضحة فذكر الأسد الآسيوي يبلغ في الطول ما بين 1.7 إلى 2.5 أمتار ويزن ما بين 160 إلى 190 كيلو جراما وتبلغ سرعته 81 كيلو مترا في الساعة الأسد الآسيوي مثل كل القطة البرية فهو آكل للحوم ويقوم باتباع نظام غذائي نموذجي فهو يأكل كلا من الغزلان والذباء والخنازير البرية والجاموس والثديات الصغيرة والماشية المحلية في بعض الأحيان فهو يفتك بالفريسة ويطحنها بقوة عض تبلغ 294.83 كيلو جراما لكل بوصة مربعة ويستعمل أيضا مخالبه الحادة التي تبلغ 7.6 سنتيمترا الذكور هم أقل اجتماعية من الإناث وعادة ما تكون الأسود الآسيوية غير النشطين طوال اليوم حيث يقضون ما يصل إلى 20 ساعة يوميا في الراحة والنوم فمن المعروف أيضا أن الذكور الأسود الآسيوية كسولين والإناث هي من تفعل كل شيء خص الصيد مثل جاموس العدواني ونادرا ما تحتاج الإناث إلى الذكور لمساعدتها على عملية الصيد فريسة ضخمة جدا النمر البنغالي النمر البنغالي أو النمر البنغالي الملكي هو نمر فرعي ومن النمور موطيمه الهند وبنجلاليش ونيبال وبوتان وقد تم تصنيفه على أنه معرض للخطر من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة حيث يقدر أعدادها أقل من 2500 فردا لون معطفه أصفر إلى برتقالي فاتح وتتروح الخطوط من البني الغامق إلى الأسود البطن بيضاء والذيل أبيض مع حلقات سوداء يبلغ إجمالي طول الجسم بما في ذلك الذيل للذكور ما بين 270 إلى 310 سنتيمترا ويبلغ متوسط وزن الذكور 221.2 كيلو جراما وتبلغ سرعته من 49 إلى 65 كيلو مترا في الساعة يمكن سماع هريل النمر البنغالي لمسافة تصل إلى 3 كيلو مترات النور آكلات للحوم إنهم يفضلون صيد الحيوانات الكبيرة ومتوسطة الحدم مثل الخنازير والغزلان واللانغور الرمادي تشكل أنواع الفرائس الصغيرة مثل النيس والأرانب البرية والطاووس جزءا صغيرا جدا من نظامهم الغذائي وهي تفتك بفرائسها لقوة عرض تبلغ 476.27 كيلو جراما لكل بوصة مربعة وبأنياب تبلغ ما بين 7.62 إلى 10 سنتيمترا ونظرا لتعدي البشر على موطنهم فإنهم أيضا يفترسون الماشية في المزارع من سيفوز؟ كأكبر قططين كبيرتين فإن السؤال الشائع هو أيهم سيفوز بالمعركة؟ النمر البنغالي أم الأسد؟ حدثت معظم النزاعات بين الأسود والنمور في الأسر شهدت إحدى الحوادث الشهيرة في حديقة حيوان أنقرة في عام 2010 بعد الميلاد دخول نمر إلى معرض أسد لم تدم المعركة طويلا بضربة واحدة من النمر قطع الوريد الوداجي للأسد حدث صراع آخر بين أسد ونمر في حديقة حيوان برونيكس في مدينة نيويورك عام 1914 بعد الميلاد واستمرت المعركة لفترة أطول ولكن كانت لها نتيجة مماثلة حيث كسر النمر ظهر الأسد في النهاية ويوجد أيضا معارك فاز بها الأسد على النمر وفتك به لذا فإن الإجابة المختصرة هي أنه في المعارك بين الأسد والنمر كان للنمر عموماً اليد العليا وفازت في أغلب المعارك ومع ذلك ضع في اعتبارك أن هذه المعارك كانت في الأسر ولكن في البرية سوف تتغير المعطيات حيث تكون النمر منفردة والأسود لها هياكل جماعية فقد تكون نتائج مختلفة تماماً من وجهة نظرنا الخاصة نعتقد بأن النمر البنغالية سوف يفوز على الأسد الآسيوي